يعود يامن إلى مقاعد دراسة من جديد بعد انقطاع لخمسة أعوام يحاول المعلمون هنا تعويضه ما فقده من تحصيل علمي مع بعض الحناني والاهتمام الذي لا يعوض وفاة الأبي وغياب الأم والتهجير من الدار بحسب ما يصف بعفوية هذا الطفل الصغير نحن نهجارين من حلب أبوي توفى وأمي جوزت تركتنا ونحن هلا قريبا ولا أبي عم يربونا وأنا ما كنت أدرس من قبل وجدت هلا حتى أدرس عشان أتعلم من أول جديد أصوات الأطفال المقبلين على التعلم في هذا المركز المجاني المتخصص في بلدة صوران شمالية حلب يختلط مع أصوات لأمهات وربما جدات في صفوف أخرى مقابلة والتي يؤمن عبرها لهن سلسلة دروس اختصاصية لمحو الأمية أول ما سمعت المشروع نحو الأمية جيت وساهمت شيركت بالنحو الأمية والحمد لله أنه أملي بالحيط أتعلم القراءة والكتابة على المظبوط وأتعلم القرآن وإذا فيه مجالات للتقدم بالعلم كمان أحبي أشيرك فائدة مزدوجة يسعى القائمون على معهد إقراءة تعليمي تحقيقها عبر السهداف الأطفال الأيتامي والأمهات الأرامل ثلاثمائة طالب قد يعودون إلى صفوف المقاعد الدراسية من جديد بعد انتهاء مدة تعويضهم وأربعون امرأة سيغضون قادرات على القراءة والكتابة وتعليم أبنائهم وذلك وفق المرحلة الأولى لعمل المركز قمنا ضمن برنامج تعليمي موثق ومؤكد ومدروس لرفع مستوى الطالب أو الطفل اليتيم طبعا نحن رقم واحد نستهدف الشريحة المنقطع عن التعليم استكمالا لهذا البرنامج أيضا قمنا بدورة محو أمية لأمهات الأطفال ارتفاع نسب التسرب المدرسي شمال غربي سوريا لقرابة 50% من عموم الأطفال ووجود نسبة كبيرة من الأمهات الأميات جعلت من المركز وتعميم تجربته حاجة لا تتوقف عند بلدة سوران بل تتعداها لكل مناطق الشمال السوري لا سيما بعدما لقاه المركز من استجابة وقبول بيد نحو الأطفال الأيتام المتسربين وأخرى نحو محو الأمية في صفوف النساء تسير نشاطات هذا المعهد الذي يعتبر فكرة فريدة في المنطقة محمد نور تلفزيون سوريا بلدة سوران ريف وحلب الشمال ترجمة نانسي قنقر